تطورات متسارعة على مدار الساعة تشهد الأزمة الأوكرانية النهاردة أعلن الكريم للأن فكرة أن تكون أوكرانيا دولة محايدة ولها جيشها الخاص مثل النمسا أو السويد يمكن أن يكون حلاً وسطاً محتملاً في المحادثات مع كيف ولقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدث باسم الكريم للديمتري بيسكوف قوله في اليوم الحادي والعشرين فيما تصفه روسيا بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا هذا الحل البديل الذي تتم مناقشته في الوقت الحالي يمكن أن أعتبره حلاً وسطاً وأشار بيسكوف أن تصرحاته من قبل كبير المفاوضين الروس في لديمير ميدينيسكي الذي قال في وقت سابق لتلفزيون الحكومي أوكرانيا تعرض نموذجاً نمساوياً أو سويدياً من دولة محايدة منزوعة السلاح ولكن في الوقت الزات ولا جيشها وأسطولها البحرية الخاص بها من جانبها علاقة الرئاسة الأوكرانية أنها ترفض فكرة أن تكون كييف محايدة على غرار السويدة أو النمسا مطالبة بضمانات أمنية مطلقة في وجه روسيا وقال عضو لجنة التفاوض الأوكرانية في تعليقات نشرة الرئاسة أن أوكرانيا في حالة حرب مباشرة مع روسيا الآن وعوضح أنه يريد ضمانات أمنية مطلقة في وجه روسيا يتعهد الموقعون عليها التدخل إلى جانب أوكرانيا في حال حصول عدوان أعزائنا المشاهدين فاصل القصير وتفضلوا بالبقاء معنا